أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بالمتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو مساء الفل عليكم النهاردة أو في هذا الفيديو هنتكلم عن بعض التوقعات لليلة عبداللطيف التي تحققت وآخر الأحداث حوالين هذه الأخبار طبعا لو في وقت أكيد هنقول لكم كمان توقعات مهمة وبارزة قالتها ليلة عبداللطيف عن بعض الدول العربية أو العالم طيب قبل ما نبدأ كده في السريع بفكر الناس بالاشتراك وتفعيل الجرس ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير لليلة عبداللطيف قالت في آخر توقعاتها كانت أيلة للأسف الشديد أرى عودة جديدة للمظاهرات والاحتجاجات الشعبية وأرى قوة الأمن تتصدى لهذه الحشود في إيران وبالفعل الخوار لسه نازل على موقع منتقر الدولية بيتكلموا بيقولوا أن 50 ألف من الحرس الثوري يحتشدون ردا على البسيج أو البسايج أمش عارف الحقيقة بنتقوها إزاي يحتشدون ردا على مظاهرات غلاء الأسعار وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران أن الألاف من أنصار المؤسسة الدينية من بينهم 50 ألف من أفراد الحرس الثوري وماليشيا البسيج احتشدوا يوم اليوم بعد أن اتخذت احتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية منحة سياسيا وقائد الحرس الثوري حسين سلامي في تصريحات بسات تلفزيون خلال المسيرة الضخمة التي نظمت خارج العاصمة تهران في ذكرى تحقيق انتصار كبير في حرب إيران ضد العراق في التمانينات دي عبارة عن ذكرى هم اتخذوا هذا اليوم كنوع من عملوا مسيرة وعملوا فيها مظاهرات كمان المشكلة أن السلطات الإيرانية قالت أن الاضطرابات المتعلقة بارتفاع مواد الغذائية أثارها أعداء أجانب يعني إحنا مش السبب في ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار ده كان بسبب يقصد هنا الحرب اللي حصلة في روسيا وأوكرانيا وعرض التلفزيون الرسمي المتظاهرين مؤيدين للحكومة وهم يهتفون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في اتنين من مدن إيران خاصة في جنوب غرب البلاد واللي شهدوا احتجاجات في الأونة الأخيرة وكل دي التظاهرات عملوها وطبعا كان في بعض من الشرطة موجودين بيأمنوا الموضوع بحيث لو حصل أي حاجة أو الموضوع تلع من إطار المظاهرة السلمية يكونوا يتصدوا لتلك الاحتجاجات زي ما قالت لالة عبداللطيف بالزبط وكمال قالت من حوالي كم سنة وده الغريب في الموضوع لما بحثنا في توقعاتها أن قالت أني أرى بعض الأوبئة هيكون سببها القرود أرى بعض الأوبئة هيكون سببها القرود وبالنسبة لآخر الأخبار المتعلقة بهذا الوباء الجديد الذي بدأ ينتشر في العالم كله أجمع حتى بدأ يوصل للدول العربية أقول لكم آخر المستجدات ليه وخصوصا الدول العربية إيه تأثير الموضوع أو إيه اللي حصل كان منتشر النهاردة أن في مصر في حالات لجدر الأرود ولكن خرج وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري القائم بعمل وزير الصحة خالد عبدالغفار النهاردة وأكد خلوة مصر من أي إصابة بمرض جدري القرود وبالنسبة للمغرب كنا قيلين من يومين أنه كان في حالة اشتباه أو ثلاث حالات اشتباه بجدر الأرود النهاردة قال وزير الصحة المغربي أن التحاليل أظهرت سلبية الحالات التلاتة التي اشتبه في إصابتها بجدري القرود في وقت صابق ولكن برضو يعني واخدين حذرهم ومش عايزين يخلوا الموضوع ينتشر فقعدانهم في مكان برضو بعيد يعني بعدانهم أغادت ما الموضوع يخلص وقال أن كان فيه تشابه بين الجدري القردة والجدري المعروف بالجدري المائي فهما حزبوه أن هما كان عندهم المرض ده وطلع عندهم لا الجدري العادي وأكانت وزارة الصحة قالت ما تقلقوش والموضوع هما في الصحة جيدة وتحت الرعاية الصحية ده بالنسبة لدولة المغرب وبسبب كده بسبب الثلاث حالات دول اللي خوفوا المغرب بحالها كانت المغرب أمرت بتكوين فرق طبية علشان تبتدي تشوف وترصد وتتأكد من الموضوع ومن ثمان ساعات برضو برغم تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس جدر القردة وتفشيه في دول جديدة بتتواصل التطمينات بشأنه منظمة الصحة بتؤكد أن المرض يظل قابلا للإحتواء على الرغم من تفشيه غير المعتاد وأيضا فيه خبر بيتكلم عن أن كندا النهاردة رصدت 15 إصابة بجدر القرود جديدة وتتوقع المزيد فربنا يسطر على كندا لأن لسه بيقول أن هم بيتوقعوا المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد واتكلمنا مبارح وبأكد على آخر الأخبار أن تم رصد أول إصابة بجدر القردة في الدولة الإمارات من سيدة أفريقية عندها 29 سنة جاية من أفريقيا يعني مش تصابت بالطريقة الجديدة اللي هي دول أوروبا لا جاية من المنبع نفسه وهم حاليا حطنا في حجز وبيعملوا لها كل صبل الرعاية الصحية علشان ياخدوا بالهم من الموضوع ما ينتشرش وكمان بيشوفوا إيه كان المخالطين ليها خلال أيام اللي فاتت عشان يتأكدوا برضو من خلوهم من هذا الفيروس الغريب ومدرنا أعلنت دي شاركة كبيرة في الأدوية واللقاحات أنها بتختبر لقاح للوقاية من جدر القردة لأنه مالوش علاج ومالوش أي لقاح وأمريكا أعلنت أنها تستعد لتلقيح مخالطة مرضى جدر القردة هتسألوني وتقول منين مفيش لقاح وأمريكا هتعمل لقاح للمخالطين هم هيدوهم اللقاح جدري العادي أو الجدري المائي اللي احنا منتشر عادي وعارفينه بيقولوا أن كده كده مرضين شبه بعض فهم هيدو اللقاح ده كنوع برضو من التحصين لهذه الأشخاص فآخر تقرير من منظمة الصحة بأنه وصل المرض لتسعتاشر دولة وتم تسجيل 131 إصابة مؤكدة ورصد 106 حالة مشتبه بها في تسعتاشر دولة ده بالنسبة لآخر حاجة ليه والتوقع اللي نكحت ليلة عبداللطيف فيه توقعه وقالت كمان أرى الجسم الإعلامي الذي قدم ومازال يقدم وضحى بنفسه ودفع تمن باهدا أرى هذا الإعلام يتعرض لحدث مؤسف وغير مزوك وخطير وفي وسط النهار وده رجعنا للصحفية القديرة والإعلامية شيرين أبو عقلة هتقول لي ليه أو هتقول لي ليه أنا رجعت تاني في الموضوع ده الحقيقة من حوالي كم ساعة تم نشر تحقيق أو خبر جديد حوالين الموضوع ودليل جديد بيشير إلى مقتل شيرين أبو عقلة في هجوم متعمد من الكوات الإسرائيلية وده اللي نشروا موقع السي إن إن ذات نفسه كتأكيد إن أصلهم اتهموا الفلسطينيين بيقول لك ضربوها بالغلط أثناء رد عشوائي بينها وبين الكوات الإسرائيلية فقال إيه جات إصاب جات رصاصة في رأسها في الرأس يا جماعة عشوائي طيب إزاي فالسين إن النهار ده قالت إن هم كانوا يقلقون النار مباشرة على الصحفيين هذه هي الكلمات التي قالها أحد شهود العيان في إطلاق النار على الصحفية المخدرمة شيرين أبو عقلة في مخيم جنين بالضفة الغربية بعد أسبوعين تقريبا عصرت شبكة السي إن إن على أدلت فيديو وشهود عيان جدد بتقترح قيام القوات الإسرائيلية بشن هجوم متعمد وقدمت السي إن إن نتائج هذا التحقيق إلى الجيش الإسرائيلي نفسه الذي صرح عبر البريد الإلكتروني إنه يجري تحقيقا في مقتل أبو عاقلة مضيفا يجب تقديم التأكيدات المتعلقة بمصدر إطلاق النوار الذي قتل السيدة شيرين أبو عاقلة بحذر ودعمه بأدلة دامغة يعني بقولوا أنتم كده بتقولنا أو إحنا اللي قتلناها طب فين بقى التأكيدات وفين آآ الكلام أو الفيديو أو أي حاجة تدل على إن إحنا اللي عملنا كده فشازا واحدة اسمها شازا أصبحت شاهدة عيان رئيسية في إطلاق النوار على أبو عاقلة في 11 مايو قالت هي وتمانية آخرون من الشهود لشبكة السين إن إن القوات الإسرائيلية اللي أطلقت النوار عليها وإنهم يعتقدون إن الأمر كان متعمد والموضوع كبير جدا ومكتوب فيه كلام كتير ولكن ده أهم الحكاية إن هم بدأوا يتكلموا من شهود عيان بدأت تظهر وفيديوهات بدأت تظهر بتؤكد على إن الإسرائيليين هم اللي اختلوها كمان من دمن التوقعات اللي قالتها لالة عبداللطيف وتحققت وقالت كمان لالة عبداللطيف إنها شايفها بسبب ارتفاع درجة الحرارة في دولة العراق إنه كمان شايفها منظر غير مسبوء وأيضا عصفة ترابية تغطي بعض الدول العربية عصفة ترابية صفراء يعني هي وصفت الحال اللي حاصل في دولة العراق والكويت السعودية والأردن وسوريا تقريبا الأردن اللي حصل في الأيام اللي فاتت من عصفة شديدة قدت لحالات من الاختناق ويموت للكثير مش حوالي عشرة وصل كمان لتنشر وخمستاشر فرد على مستوى بعض الدول العربية فالموضوع ما كانش سهل ويتوقعته هتقولولي تم هو معروف إن العصفة دي موجودة آه بس المرة دي كانت جاية بشدة جديدة جدا وجاية بطريقة غريبة بدرجة إن دولة العراق أول مرة تشوف عدد العواصف المتتالية بهذا الشكل وراء بعض حوالي عشر عواصف تقريبا أو تسعة وكمان آه قالت ليلة عبداللطيف وكانت آيلا كمان أرى للأسف حزن شامل آه يلف وحداد يلف دول الخليج وقالت شايفة مجلس التعاون الخليجي بيابس القرآن الكريم بسبب رحيل شخصية خليجية بارزة وده طبعا من غير ما نحن نخش في الأخبار ونقول لكم هي كانت متوقعة هذا طبعا كلنا عارفين اللي حصل في الإمارات من موت الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات آه في الأيام اللي فاتت أو في هذا الشهر وبكده تحققت جميع توقعات ليلة عبداللطيف وبالبرهان وبالأخبار أديكوا شايفين كل اللي قالتوا جبناه لكم من جميع المصادر إن كانت سين ان سكاي نيوز عربية قناة آآ منت كارلو الدولية كذا خبر بكذا مصدر شكرا أشوفكم بخير في فيديو جديد وإن شاء الله هيكون في فيديو آخر عن توقعات بارزة ليلة عبداللطيف للدولة العربية وده هيكون شامل لجميع وأخطر التوقعات أشوفكم بخير ما تنسوش بس يا جماعة الاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا لك وشير للفيديو عشان يوصل للناس وبإذن الله في فيديوهات أكتر عن التوقعات وعن الأخبار خلال الفترة اللي جاية فياريت تفضلوا متابعين معانا آخر حاجة بتنزل على قناة مسائل الأخبار